التقى وفد تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بحزب المؤتمر وحزب الحركة الوطنية المصرية والاتحاد العام لعمال مصر وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئة والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030 وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية ركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة بجانبي ما تمام من اشتباك مع التحديات التي توجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا